رح نسوي خبز يشبه الخبز العراقي اللي بالتنور بس بالبيت خمسة كواب طحين أسمر نفس الطحين الحصة ملعقة سكر ملعقة خميرة ملعقة صغيرة من الملح وخلص مين دافي نحتاج وهاي مكوناتنا نفعل الخميرة ويا المي الدافي ويا السكر ونخليها على جنب نخلط الملح ويا الطحين ورا خمس دقائق شوفوا الخميرة تفعلت نخلط ويا الطحين وبالتدريج وتقدرون نسوي بيدكم عادي حتى لو صار لين نحط المي الدافي بالتدريج شوية شوية مع العجن يعني أقاش شيت عجنو سبع دقائق بحيث هي تشي يطلع من أطراف العجانة ولازم هاي العجنة صير لينة حتى الخبز يصير طيب ويعني يقسب ومية بس بنفس الوقت احخمرها نص ساعة رشيتها بالزيد وغلفتها بالنيلون وحطيتها بالفرن الفرن مشغلته بس حطيته طفيته حتى يبقى دافي ورا نص ساعة ضاعف الحجم راح أبدي أشنكها احنا نقول أخذ طحين كمية وفيرة أرش إيدي بالطحين هم طحين أسمر عادي وصينية كبيرة وأبدي أسويها قرص أنا راح أسويها صغيرة على قد الطاوة مالتي لازم نسويه أصغر من المقلات اللي راح تستعملوها حتى يأخذ راحته بالطاوة راح أخذ قسم من العجينة أسويها بعدين قوز لما أو فطاير الصاج التركي راح أحط لكم رابط مالتها وورا مختمرت فردتها وهم راح أخمرها مرة ثانية ضروري هاي الخطوة لأنه إحنا ما دا نسويه بثنور فما راح ينفيش بسرعة فأحسن إنه تخمروا تحطوا بالطاوة بدون أي زيت حرارة وسط شوفوا شلون بدي ينتفخ أقلبه كل شوية لازم الحرارة ناصي حتى يستويزين ويقسب شوية ما راح يقسبوا هواية مثل التنور راح أشيله أحطه أغطيه بفوطة يعني ما عوفه مكشف شوفوا أحاول أحرك الهوى بي حتى يدخل بداخله يشوي يمفتح ويستوي كل جزيين وخلاص هذا الخبز موانتنا أفسد خبز بالعالم باعه شلون طري وحتى الأطفال حبوه ويعني بالعكس بالطحين الأسمن راح تشوفون أطيب أصلا من الطحين الأبيض شوفوا هاي شلون مفتحت فشي لذيذ وريح تتجنن راح أحتفظ بيه بكيس الثاني يوم ما أجمده القسم الباقي من الأجين حطيت بيه بطاطا مهروسة هاي أنا أكلتها بتركيا وكلش عجبتني راح أكتب لكم مقاديرها وشوية جبن هي يساووها كل واحدة بس أنا أقولهم خبطولي جبن والبوتاتة طلعفت شي دمار وبنفس الطاوة بس هنا أنا رشية زيت شوية تحتاج زيت على مود متبس وتستوي وهاي استمتع وراح أحط لكم الرابط مع الفيديو الوصفة هاي القوز لما واحدة هسا راح أعلمكم شون هذا الخبز اللي ثاني يوم راح نحميه ونطلع كأنه هستوى بصير الطاوة رشيتها بمي ورشيت مي على الخبز همينه وحطيتها بالطاوة شوفوا شون انتفخت مرة ثانية كأنه هستوى نمسويه ترجع طريقة وريحتها تجنن أحسن ما تحموه مثلا بالمايكروايف أو على النار وممكن أيضا تساون هاي الطريقة بالفرن أشارة تعجبكم الوصفة والطبقوها ودزولي صور على الفيسبوك والإنستجرام ولا تنسون الاشتراك بالقناة